في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الظهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الظهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والتي توفق ذكر استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969 أناب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الظهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الظهور على النصب التذكاري للجند المجهول كما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وفي نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من قدام القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة اشتركوا في القناة